منذ بداية هذا العام وفي مواجهة تأثير الوباء وانحفاظ أسعار النفط أضاف حقل بيتروتشايناتشانتين النفطي الذي يعد أكبر حقل للنفط والغاز الطبيعي في الصين 361 مليون طن من أحتياطيات النفط والغاز الجديدة كما تم بناء كتلة لتطوير النفط الصخري على مستوى مليون طن ومنطقة آبار أفقية بحجم مليار متر مكعب من الغاز المحكم وهو ما حقق هدف 60 مليون طن من الإنتاج السنوي قبل ثلاث سنوات من الموعد المحدد يبلغ احتياطي النفط الخام الحالي لدينا 6.9 مليار طن مقابل 6.3 مليون متر مكعب لإحتياطي الغاز الطبيعي سيصل إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي في حقل بيتروتشايناتشانتشين النفطي إلى 68 مليون طن للخطة الخمسية الرابعة عشر في الوقت الرهني نجح حقل بيتروتشايناتشانتشين النفطي في تطوير 35 حقل نفط و13 حقل غاز وساهم بأكثر من 760 مليون طن من النفط الخام والغاز الطبيعي في البلاد ويمثل إنتاجه السنوي من النفط والغاز حوالي صدس الإنتاج الوطني وهو ما يدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمقاطعات والمناطق التي تقع فيها هذه الحقول كما أنه سيلعب دورا استراتيجيا هاما بشأن تشكيل نمط التداول المزدوج التنموي للصين مساهما في ضمان أمن الطاقة في البلاد